اشتركوا في القناة اللي اتكلمنا فيهم عن تلات مسلسلات وساعة كان بيبقى اكتر بكتير ليه? لان مسلسل زوديك انتهى بالفعل متاح بالكامل للمشاهدة اونلاين واللي يحب يتفرج عليه ممكن ياخده من بدايته لنهايته وطبعا انا هتكلم بحرية حرق جامدة فاللي ما شافش مسلسل زوديك بداية من الحلقة التمنى لغاية نهايته يبقى يقفل الحلقة دي افضل وترجعوا لها تاني ان شاء الله لما تشوفوه الحلقات بتاعت رمضان واشياء الموسم ده ملهاش نص انا بتكلم بناء على افكار معينة وملاحظات معينة كاتبها قدامي فممكن اعف بعض الاخطاء ممكن تسقط مني تفصيلة معينة ممكن الابس شخصية اسم شخصية تانية بس ان شاء الله مش هيحصل يعني حاجات بريئة من نوعية دي يعني خلونا نخش في الموضوع على طول مسلسل زوديك انا زي ما قلت كده كنت شفت لغاية الحلقة السبعة وبعدين اتفرجت من اول الحلقة التمنى لغاية الحلقة الخمستاشر فانا عاوز اتكلم شوية عن الحلقات اللي انا شفتها اللي ما كنتش اتكلمت عنها قبل كده وبعدين نتكلم عن المسلسل بشكل عام وده اللي حياخد التركيز الاكبر عندنا مبدئيا النقطة اللي احنا كنا وقفنا عندها كانت نقطة كويسة جدا انا كنت معجب جدا بالبناء الدرامي اللي حصل والوضع الدرامي اللي كنا وصلنا له مع الحلقة السبعة الجروب الاساسي بتاعنا مجموعة الشباب ابطال العمل بتاعنا بالعلاقات المتشابكة اللي ما بينهم وما بين بعض وطبيعة كل حد واهتمامات كل حد والامور دي كلها عنصر المغامرة ما كانش اعظم حاجة بالنسبة لي ولكن كل ما كان متعلق بالحدثة بتاعة عزة اللي انتهت قبل يعني كنا اتكلمنا عنها بالفعل في الحلقات اللي فاتت مش بداية من الحلقة التامنة يعني كان جيد الى حد كبير وكان يدعو للترقب ولكن ما كانش فيه كثافة كافية للموضوع ده وكنت اثنيت على الاستعداد البدني او المجهود اللي ابطالنا بيقدموه في الحلقات اللي هما بيعملوها وهي دي الزوايا اللي انا عاوز اتكلم منها علشان اقول ان للأسف الحلقات الاخيرة التمن حلقات الاخيرة من المسلسل شهدوا اهتزاز كبير جدا لكل شيء واعد كان بدأ يظهر في النص الاول احنا شفنا سبع حلقات وبعدين تمان حلقات فخلونا نقول ان هما نصين يعني لأ النص الاول كان واعد جدا في البداية انا كان عندي تحافظات كتير جدا اه وقربت جدا من اني ما كملش المسلسل على الاطلاق ولكن مع تصاعد عناصر الصدمة مع تصاعد عناصر المفاجأة مع بداية وضوح القواعد الخاصة بعناصر بالعناصر الخارقة للطبيعة او العناصر السوبر ناترل اللي في القصة بتاعتنا كنت بتريت اسخن جدا مع الاحداث وبتريت احط توقعاتي في مكانة مرتفعة شوية علشان تيجي في الاخر اخر تمان حلقات واتدمرهم مشاكل كبير تعالونا الكلام من الحيطة اللي كلمت فيها دا اولا على مستوى الدراما لا مستوى الدراما من الحاجات القليلة اللي ما هتزتش ابتدت تدخل في بعض التفاصيل اللي ملهاش لازمة اكدت على اهتمام المسلسل في بعض الاحيان بابتزاز التعاطف من المشاهد على حساب تقدم الاحداث وعلى حساب تطور الاحداث وعلى حساب بروزة اللحظة الصح في كل حادثة بتحصل وحنتكلم عن ده بالتفاصيل ولكن العلاقات والتشابك بتاعها والطريقة اللي انتهت بها وتقدمت بها كان جيدة جدا انا شخصيا عجبتني الى حد كبير لغاية النهاية يعني عنصر المغامرة هو اكتر عنصر عانا معانا اه المشاهد بقى بيشوبها بعض السزاجة انا بتكلم على المشاهد اللي فيها شخصياتنا بيقوموا بمخاطرات آآ آآ نقول عليها مش محسوبة المفروض ان فيها تدفع المشاهد لبعض الاثارة يتحطوا في خطر ويهربوا منه كلام زي ده وبتاع المشاهد دي كان فيها قدر كبير من السزاجة في رأيي يعني يوم ما اشترت هاش او يوم ما سخنتش معها اطلاقا حرجع تاني واقول مش زي السيناريوهات اللي كان بيمر بيها عزة تقريبا لوحده في الحلقات اللي في النص الاول يعني عنصر السوبر برضو للأسف او العنصر الخارق للطبيعة عانى جدا 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 وشهد تطويل ومط وبطء في امور كتير انا ممكن اكون غلطان وكل مشاهد ممكن يحسبها بتفكير وهو يعني بس كانت ممكن تخلص بحكاية يعني كان ممكن ممكن شوية تيكست على الشاشة كده والموال ده كله يتلم ومن بدري قوي والحياة استمر وما نخشش في اللي حصل ده وخصوصا بداية من الحلقة التلاتاشر لغاية نهاية المسلسل الموضوع كان صعب برضو نتكلم في ده في التفاصيل عنصر الصدمة او المفاجأة اللي كان عجبني جدا 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 خصوصا اه في مشهد موت عزة اختفى تماما خلاص انا قلت باللفز الواحد موت عزة انا ما شفتوش جاي ما توقعتوش اطلاقا ولما حصل صدمني انا كمشاهدة صدمت جدا وانا بتفرج يعني بعد كده في موت في جرأة في نهاء خطوط بعض الشخصيات في تضحيات درامية احب اقول انها جيدة جدا ولكن كلها انت شايفها من قبل ما تيجي بكيلو عامل كده زي اللي معك كورة وبصص اللي حيمرر له واقف يقول له استنى انا حمررلك دلوقتي اتلب التليفون زي ما معلقين الكورة بيقول لك تمريرة بالتليفون اتلب التليفون يا فلالاسف عنصر الصدمة اختفى معادش موجود معنا خلاص من من اول حلقة تمنى لغاية النهاية الدنيا ماشي عادية جدا المسلسل ممكن يكون حاول يوفر لنا بعض الصدمة بالدخول في تفاصيل مزعجة شوية في حوادث القتل والكلام دوت للشخصيات اللي ماتت ولكن ماشي حلو متنفذة كويس وكل حاجة ممكن تكون جزعة المشاهد وهو بيتفرج وبتاع بس صدمة مفاجأة انا عندي المفاجأة يعني مفاجأة درامية مش مفاجأة في استخدامك بعض التقنيات الصادمة او المجزعة زي ما بقول او الحاجات اللي بطريقة دا في مشاهد العنف اللي انت بتقدمها جوه العمل بتاعك. آآ عايز اتكلم بداية على النقطة بتاعة الدراما علشان اوضح ان رغم ان التشابكات الدرامية في العلاقات ما بين الشخصيات كانت جيدة جدا بالاضافة لبعض التطورات اللي اتقدمت في خطوط كل شخصية بشكل منفرد وبالتحديد شخصية سامي كانت جيدة جدا ولكن زي ما يكون المسلسل مش عارف هو عنده ايه حلو في الحتة دي وعنده ايه وحش يعني انا كنت اتكلمت في النص الاول على حادثة موت عزة وقلت ان هي كانت رائعة وجميلة ومتبروزة ومؤثرة جدا 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 وبعدين قضينا حلقة كاملة عمالين نحلب في الابتزاز العاطفي اللي المفروض المشاهد يحس بيه ونروح المدافن ونعيط وكل شخصية تتكلم عنه لوحدها وتعيط وامه تتكلم وتعيط يا جماعة لحظة عزة وهو بيكلم مريم في التليفون وبيقول لها بحبك وهتوحشيني هي احلى حاجة خلاص هي هي دي هي دي كل حاجة يعني دي اللي انا انا وانا متفرج اهونت لايك اوو الهونزة انا ادركت بس دلوقتي ايه اللي هيحصل وكل الالم اللي ممكن يجيلي في حدود العلاقة ما بين المشاهد والشخصية اللي قدامه في العمل الدرامي جابت اخرها اللي حصل بعد كده حلب ملوش اي لازمة في الدنيا نروح بعد كده على الحاجة زي القصة اللي اكتشفناها بتاعت سامي لان سامي عمالي تقدم من البداية على انه على مستوى اجتماعي ارستقراطي جامد وابو رجل غني ودو نفوذ وحاجات بالطريقة داية وبعدين اكتشف انه امه ست غلبانة وعيشة في منطقة شعبية وهو رح لها عشان يدور على السلام النفسي محمد مهران مسل المشهد بروعة فظيعة ما تكلمش كتير راح لامه وحضانها امه مسلت المشهد كويس جدا وبعدين نحلب اللحظة كلها كانت في اول زيارة حتى واحنا مش عارفين الست دي مين في البداية ومش عارفين الرجل اللي قاعد على الارض ومش عارفين انه دول اخواته ومش عارفين انه والدة كله وتقدم بطريقة السطل زي ما بنقول كده ما بينه السطور ما فيهاش خطة ما فيهاش كلام زي ده وبعدين قعدنا نحلب وابوك بيبهدلني وعملني واضطرت ان هي ترفضه بس قبل ما ترفضه برضو دخلنا في احضان وعيات ومعرفش مين وكلام زي ده مبالغ فيه بعد كده لما عرفنا ان القتلى او التضحيات اللي عندنا دي بتتم حسب الزودياك حسب الابراج والكلام ده عرفنا مين ان هيبقى عليه الدور وتم التضحية بشخصية سلمة ادراك سلمة او قلقها من الموت وبعدين لحزة السلام اللي عملتها في الاخر هم افضل لحزتين في السيناريو بتاعها كله كل اللي في النص حلب كل اللي جي بعد كده حلب اللي في النص بتاع ان هي رايحت زور جدتها وراحت الكلام مع امها وبعدين اكتشف ان امها بتعاني من مرض العين وان جدتها بتقول لها لا امعرفش هيحصل ايه في حياتك والكلام ده وبعدين روح المدافن تاني انا انا بصراحة دايقت من المسلسل في الموضوع ده يعني احنا بتدينا رمضان كله وعمالين نشتكي من زيارات المدافن اللي احنا رحناها في كل المسلسلات عشان بعد كده زودياك يحطم الرقم القياسي في الذهاب للمدافن بلازمة وبدون لازمة لانه بعد كده حاول برضو انه هو يستدرك تعطف المشاهد ويدغط عليه عاطفيا عشان موت ردوة اللي هي اصلا شخصية مش مهمة جدا مش مهمة اطلاقا وبالمفروض ان المشهد دوت بينقلنا بعض الجوانب الادمية والانسانية اللي عند انجي وفي الاخر انا اكتشف ان ده ملوش اي لازمة انجي لتعطفت ولا ضعفت ولا عملت ولا اي حاجة من الكلام ده ووسيت ردوة ومش ووسيت ردوة واخناء وزعيء الدراما كانت في الفواصل السريعة اللي المسلسل قدمها صح ولكن عداها بسرعة عشان يروح لحاجة هو متصور ان هي الافضل وانا في تقديري هي الاضعف هي اللي بتضعف من اللحزة القوية اللي هو كان قدمها كلها على بعضها ولكن ارجع واقول مسلسات الحب جيدة جدا تبين علاقات الشخصيات من بعض جيدة جدا استقرار اه العلاقة الاعتفاية في النهاية ما بين ليلة وسامي على عكس المتوقع تماما جيدة جدا 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 اه تمام الشريف بيومنا جيد جدا 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 ده حلو ده كان عاوز يبقى اكتر ده كان عاوز يبقى اقوى من كده شوية ولكن رحنا لبعض الفواصل اللي مش افضل حاجة في الدنيا اطلاقا زي ما قلنا عناصر الصدمة خلاص انتهت معادش مش هنتكلم بقى في الموضوع ده تماما حتى ردوة مشهد موتها ده مشهد تعبان جدا 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 احنا شايفينه هو جاي اكرم شايفينه هو جاي سلمة شايفينه هو جاي والغاية لما ماتت كان كل البناء العاطفي للحظة تقريبا تم الانهاءه مشهد الاكشن اصلا ما بين انجي وردوة بتاع المسدس اللي اتحشر في النص ده يعني ده اتهرس من زمان وما فيهوش حاجة جيدة اطلاقا ننتقل بعد كده للكلام عن عنصر المغامرة اللي للاسف برضو كانت طفولية جدا 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 ومليانة بسيناريوهات ومشاهد انا مبحبهاش انا مبحبهاش في مشاهد الاكشن عموما مبحبهاش في مشاهد الترقب العصبي او الضغط العصبي على شخصية بطلنا ان هو مربوط او متهدد بمسدس او ما عرفش مين ايه ايه وجه التعقيد في ان واحدة مربوطة وعارفت تفك نفسها انا بكره جدا الموضوع ده في اي عمل من اي حتة في الدنيا الشخص المربوط اللي بيفك نفسه بدون استخدام مهارة استثنائية عدوه ما يعرفهاش او اداة معينة كلنا غابت عنا ان هي موجودة بس كانت متقدمة من بدري انا شايفه كلام في الهوى مش عايز اقول كلام فارغ علشان انا مكرهتش المسلسل بس اديقت من فرص كتير ضاعت منه يعني واحدة مربوطة هربت واحد متسبت بمسدس رح عامله كده دي مراحل فاصلة في المواجهات بتاعتنا ما بين قطالنا وما بين اعداء اعداءهم اللي هما انجي وهنري ومجدي والكلام ده كله كل المواجهة النهائية بتاعت خلاص لما الخطوط اوفرلابت على بعض لما الدنيا احنا قولنا ان خلاص الخطوط كلها قبلت بعض وعرفنا مين يبقى مين بالزبط وعلاقتهم مع بعض شكلها عاملة ازاي من الحلقة السابعة تقريبا في الحلقة التسعة هما كلهم بقم في نفس المشهد مع بعض تقريبا وبعدين نقول من الحلقة 11 لغاية النهاية هي مواجهة اكشنية واحدة فصولها كتير قوي المبرر الوحيد للفصول دي هي تعقيد وتثبيت وتمهيد لبعض التغيرات في العلاقات ما بين السوداسي بتاعنا ما بينهم وما بين بعض ولكن على مستوى الاكشن نفسه بيهرب وبعدين بيتمسك وبعدين بيهرب وبعدين بيتمسك وبعدين وماريم وبعدين يمسكوا يومنا وبعدين يجيبوا يومنا وبعدين يسيبوا يومنا وبعدين شريفي واقع المسدس وبعدين سامي يرفع المسدس وبعدين موضوع لا يستحق المتابعة من اصله وخد عدد مهول من الحلقات وعلى المستوى التقني ما فيهوش اي شيء ملفت حتى على مستوى الجرافيكس يعني المشهد الوحيد اللي ظهرت فيه يومنا مع مكنية اللي هي الشخصية الفرعونية المقابل الفرعوني لها كان جرافيكلي على مستوى الجرافيكس ضعيف جدا 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 زي ما نكون حاجة معمولة في اخر لحظة كده اللي هي نظام الوقت ضغط علينا فقولنا نعملها وخلاص ونطلعها ما عجبتنيش اطلاقا حتى على مستوى اللي بيحصل في التسلسلات بتاعتنا دي بقينا بنسقط بعض التفاصيل ومش فاهم ليه يعني في نهاية الحلقة العشرة المفروض ان شخصياتنا هربوا من البيت بتاع انجي وفي بداية الحلقة احداشر بنعرف انهم جابوا البوليس والبوليس راح وملاقاش حاجة ومشي ليه ده مش مشهد نستحق نشوفه مقابل ليه نقضي وقت طويل جدا في زعل وقهرة انجي على ردوة ممكن يكون فيه تفصيلة معينة غابت عني انا في النهاية مجرد مشاهد بصت للمسلسل من زاوية معينة زي ما قلت ممكن يكون فيه تفصيلة واعت مني بس ده اللي شفته ده 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 بيمثل كثيرا من الفجوات اللي انا تعرضت لها ومع الاسف جانب المغامرة او جانب الادفنتشر ده مش اسوأ جانب على الاطلاق اسوأ على الاطلاق دي دي الكلمة اللي كنت بحاول اقولي اسوأ جانب على الاطلاق هو الجانب السوبر ناتشرل هو الجانب الخرق للطبيعة على فكرة التاريخ الفرعوني لشخصية مانيسو وشخصية مكنية وليه مانيسو ده وتصحب قدرات خارقة وليه محتاج مكنية بالتحديد وإيه هو الكريبتنايت بتاع مانيسو او العنصر او الحاجة او الشيء او الايقونة اللي حتنهي التهديد بتاع مانيسو ده علشان يحط لنا كوست ندور عليه اولا ده بيتقدم متأخر جدا وانا كنت ابديت تحفظي على ده في النص الاول من الاحداث لما قلت ان احنا بنرسي القواعد او لكن بنرسيها متأخر وبدون لزوم حتى الشخصية اللي عندها المعلومات كلها اللي هي شخصية دكتور مراد ممكن ظهور جايد جدا وكل حاجة ولكن احنا رحنا له اربع مرات تقريبا او تلات مرات وكل مرة بيديف معلومات جديدة ما كانش فيه اي منع انها تتقل من اول مرة خالص ولكن هو عملي قصة المعلومة واحدة واحدة عشان الاحداث بتاعتنا لتتحرك لقدام وبعدين بداية من الحلقة تلاتاشر لغاية الحلقة خمستاشر نرجع للتاريخ الصحيق للتاريخ الفراعوني عشان نشوف شخصية مانيسو وعلاقته بشخصية مكنية واهتمامه بيها واهتمامها بيه وهو كان بيقودها انها تعمل ايه وتمردت عليه ازاي والكلام ده كله الموضوع ما فيهوش اكتر من الكلمتين اللي قلت هولتكم دول والنبي رغم ان المشاهد على فكرة بتنفذة جيد شوية مش هقول جيد جدا حتى هقول جيد الى حد كبير فكرة التضحيات والمشاهد الفرعونية والشخصيات وتمثيل شمام الحسن وتمثيل اسماء ابو اليزيد والكلام ده كله جيد جدا 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 ولكن كان فيه حاجات تانية اهم كنت تحب ان احنا متفرج عليه حتى نسبة الاجتهاد الرهيب بتاع الممثلين وبتاع الحاجات في انهم يتكلموا فرعوني يتكلموا هيروغليفي ما عرفش بقى اللي كانوا بيكلموا ده ايه بالزبط ومدى دقته ايه بالزبط ده اجتهاد مرعب مرعب برافو جدا 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 ولكن ايه اللي زوموا ايه 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 اللي ضافوا مشاهد اقاعها كان بطيء يا ربي انا من الحلقة تلتاشر الحلقة خمسطاشر يا جماعة كل ما اتفرج انام كل ما تيجي المشاهد الفرعونية دي انام في واحدة من المشاهد كان فيها شخصية غير يعني الناس اللي معنا دول جاي علشان منيسه حيضحي بيها حيقتلها وياخد قلبها وبتاع ما عرفش ايه مشهد بطيء بشكل الشخصية جاية من الاول المعبد ماشي على السلم ده وطلع لعندهم احنا لازم نتفرج عليها خطوة خطوة ليه ليه يا ربي عشان في الاخر نوصل للاهم بان الموضوع بقى الشيخة برقوقة اللي معاها القلاة ده اللي المدفونة معاها اللي فيه مولد اللي المفروض نروحه كل ده اتلم في اخر حلقة بس وفاجأة بقى فيه شخصية بيبعث من خلالها منيسو اللي انا كنت متصورة او فاهم انه مش هيبعث غير لما تكتمل القرابين وايه اللي كانت ايه لازمة الموضوع كله على بعضه فهو ليه بعثة بعد قربانين بس او تلاتة تلاتة ليه وبينا جهزين ان احنا تحرك يمكن اربعة ممكن اكرم وسلمة وعزة وعدنان اللي في الاول خلال صحيح المهم انهم مش كل الابراج يعني طب هو وصل ازاي ومين الشخصية الشيخ مولان اللي هو بتاعه وكان بيظهر وبيختفي فيه فوضى غريبة مدخلتش دماغي بصراحة مش شايف النهاية كانت من افضل عناصر المسلسل وكنت متصور ان المسلسل مدرك لايه اللي شغال عنده وايه اللي مش شغال عنده بطريقة افضل من كده عشان نوصل في الاخر للنهاية اللي عجبني فيها التفنيطة بتاعة العلاقات زي ما بقول انتهاء العلاقة العاطفية بان سامي شخصية كويسة وسامي على فكرة عمل شغل كويس جدا محمد مهران كويس جدا يمكن اكتر افضل شخصية مكتوبة ومتنفذة في المسلسل كله في تأدير الشخصية شخصية سامي بالتعقيدات بتاعته زي ما قلت انا كنت مترقب جدا اللحظة اللي حيروح يصلح فيها شريف وانا بحب ده جدا بحب الشخصيات اللي بتقع في بعض جامد وبعدين نخد معهم لحظة جيدة جدا لحظة الاعتذار لحظة ادراك ان احنا ملناش غير بعض بحبا جدا ودراميا مؤثرة جدا وفعالة جدا وهما عملوها ولكن ما بينها حلب في العواطف وما بينها ابتزاز في العواطف اضعفت كتير من تجربة المشاهدة زوديك اخر كم حلقة فيهم انا ما استمتعتش بيهم وانا بتفرج ا ادراكت ان انا وصلت للحلقة تلتاشر ولا اربعتاشر وقلت يلا بينا ما نخلص وخلص يعني بس ما كنتش مبسوط ما كنتش مستمتع بل في حاجات كتير خلتني ارغل ما يعيز يعني تلاتة بص في السقف كمان يا عم يا مش هتطلع من ايه مش هتفك نفسها من الحبل والنبي لا مش هيعمل بي ايده وكده يوقع المسادة صلى الله يخليك لا مش هيحصل ايه مولد الشي خبر اقل ظهر في اخر حلقة بس دي يعني ليه دكتور مرد بخبيهم في الشنطة عشان يخشوا مكان ما في اي داعي في الدنيا انه هو يبقى على مستوى الامان مبالغ فيه جدا ما هو متحركوا في حاجاته وشافوا برديات وتعاملوا مع حاجات بطريقة ابسط من كده قبلك مش عارف المهم مسلسل زوديك بشكل عام لعب على شريحة سنية معينة وهو عمل مصري مقدم بتركيز كبير جدا على اليونج ادلت زي ما بنقول او التينيجرز حتى وهي فئة عمرية تحب جدا ان هي تشوف عمل درامي من بطولتها شخصيات من عمرهم قريبين منهم بياخدوا تجارب حقيقية وقوية ومعقدة فيها مسئولية كبيرة فيها خطورة كبيرة فيها ناس بتموت وفيها ناس بتضحي وفيها ناس بتحب وفيها ناس بتنقلب على بعض وكلام زي ده واعتقد ان ده المسلسل نجح فيه جدا ولكن ارجع واسأل نفسي لو هو كان بيدور على السجمن ده بشكل واضح قوي هل رمضان كان التوقيت الافضل يعني حسن المسلسل ده لو كانت قدم في اطار اضيق من كده هما 15 حلقة لو تسألني هما اخرهم 6 حلقات المسلسل ده وتميني سيريس 6 حلقات كل حلقة 45 دقيقة ونسقط كتير من اللي حصل ده ونجيب شوية تفاصيل من المفيدة على مستوى المغامرة وعلى مستوى الدراما ونملة بيها الحلقات دي لو بقى منتج درامي موجود اونلاين للشريحة دي ومعموله الاعلانات والتسويق المناسب لي اعتقد كان حيلاقي السجمن بتاعه او كان حيلاقي الشريحة بتاعته بطريقة اسهل وكان حيلاقي جزاب ليهم اكتر من انه هما في الانترنت بتاعت رمضان ده يتنتر ان احنا نقعد ندور عليه ونتفرج عليه او في التلفزيون من خلال الاعلانات بتاعت رايحة فين يا دودو والكلام ده كله مسلسل بينتمي لعصر معين ليه يتعرض في عصر اخر خالص مش عارف ولكن في النهاية اعتقد ان هو حيبقى جزاب للشريحة دي واتمان ان هو يبقى جزاب للشرائح الاخرى انا شخصيا انتمي للشرائح الاخرى وانا شايف ان العمل الدرامي الجيد حتى لو كان موجه في الاساس للاطفال لازم يكون مسلي بالنسبة لي احنا نتفرج على حاجات بتاعت بيكسار وبتاعت ديزني معمولة الاطفال مش كلها طبعا فيها عاجات كتير معمولة للاطفال بس ولكن بنتفرج باستمتاع كبير جدا فبناء علي فكرة لا هو معمولة شريحة غيرك ففكك مني يعني اللي بيعمل كده معرفش جاب الدراسة بتاعته منين يعني علشان يقول ان دوت ممكن يكون ناجح عاب المسلسل بالنسبة لي انا في الفئة العمرية الاخرى اللي احنا بنتكلم فيها ابتزاز العواطف زي ما قلنا ضعف عناصر المغامرة التطويل اللي بدون لازمة في عناصر الخارقة للطبيعة وفي الاخر النهاية ثابت حاجات مفتوحة انا معرفش في الاخر هنري ومجدي راحوا فين انا مش عارف في الاخر ايمان العواقب اللي حصلت على تصرفاتها ايمان خانت يومنا وسلمتها وقبضت مورها فلوس قد كده وكسبت هي خدت الفلوس ومشيت وربنا برك لها وبقت زي الفل انا عارف ان ممكن يكون المسلسل وبالتحديد في اخر مشهد بيمهد لاجزاء اخرى ممكن الشخصيات دي ترجع من خلالها او يبقى لهم حاجة مفيدة معرفش ايمان ممكن ترجع ازاي بس وارد يعني ولكن برضو كنت اعتقد ان الدنيا في حدودها دي كانت محتاجة تتقفل بشكل اوضح من كده او لو المسئولين او القائمين على المسلسل مستنيين يختبروا ردود الافعال عشان يقرروا ما اذا كانوا حيعملوا اجزاء اخرى ولا لأ فبرضو ده يعيبهم يعني ده عيب ما هيش حاجة كويسة يعني في النهاية وده كل اللي عندي على المسلسل المسلسل بشكل عام تقييمي ليه هو ستة ونص من عشرة تكريما للعنصر الجيدة اللي فيه تكريما للاجتهاد الواضح في حاجات كتير حتى وانا بقول عليها ما كانتش موفقة بالنسبة مية في المية ولكن اللي ينكر الاجتهاد فيها يبقى جاحت بكل تأكيد ايه رأيكم انتو يعني اولا شفت المسلسل ولا لأ اللي شاف المسلسل يتفق معايا في ايه يختلف معايا في ايه وتقييمكم ليه ايه واللي ما شافش المسلسل من الوصف اللي انا قلته ده واللي حاولت في حتة الوصف بالتحديد اكون محايد بعيدا عن رأيي تحب تتفرج على المسلسل ولا لأ ياريت تساهموا برأيكم في القومنس علما بان المسلسل متاح اونلاين وايه حد ممكن يشوفه يعني ياريت تساهموا برأيكم في في القومنس اللي هي بتبقى تحت اللي بتكتبوها والكلام ده كله ولايك على الحلقة اللي خليكم ما تنسوش واعملوا شير للحلقة لو عجبتكم مشتركوا في القناة وشغلوا جرس التابعة عشان تجيلكم الحلقات اول باولو طبعوني على فيسبوك وتويتر وبي باي